السلام عليكم جايبالكم كوليكشن جميل جدا يا بنيات على فرشة في الرواعي. فيها الوانات السيف المطرقعة الجميلة. آآ فيها السيربرات وفيها آآ شوزات للمناسبات وللشغل وللجامعات. ولكل شيء يعني تشكيلة متنوعة جدا على فرشة في الرواعي. آآ الصنادل هتعجبكم جدا والشوزات. آآ الحاجات ديت بتبقى بواق المحلات الكبيرة. بتبقى الخامات بتاعتها جميلة جدا. يعني لو خدتوها مش هتندموا صراحة. آآ الحاجات ديت آآ بتبقى غالية جدا في محلاتها. والفروع اللي طبعها بس بنزلوها للروعي. انتم عارفين طبعا المحلات بتجيب بالجدد على طول فبتنزل الشغل للروعي. آآ يعني انا مش عادر اقول لكم انتم عارفين طبعا الاسعار دلوقتي وعارفين طبعا آآ الحاجات دي لو في المحل هتكتب عليها كام. كلنا طبعا عارفين. بننزل وبنشتري وعارفين الاسعار في المحلات. والناس اللي بتروح الروعي فبتشوف الاختلاف في السعر الجامد جدا. يعني الروعي وفي حاجات تانية كتير جدا هناك برضو فرشهات. يعني لو واحدة بتشتغل الحاجات اللي هي آآ الشوزات اللي هي على الارض اللي هي الطبية ديت هتنفحها يعني في الشغل بتاعها يعني الشوزة يبقى مريح كتا وفي عندهم ببقى الصبوهات آآ اللي هي كعب الصبو الطيبي الخفيف كتا زي ما انتم شايفين كده معي. آآ بتبقى حاجات مميزة وحاجات آآ بتعيش عن تجربة. يعني انا كنت بشري من محل آآ وشوزكة بتبقى غالية. كنت بقى لقى الجلد سقوي وحاجات غالية. هنا مش بشكر في الفرشهات دي. لا انا دايما كنت بقول لكم بقول لكم خدوا البواقي. يعني شغل الورش ده ما بيستحملش. في هتلاقوا برضو في الرويع شغل الورش. لكن شغل البواقي دوت. بيبقى الحاجات معروفة واي حاجة من هنا بمية وعشرة. آآ كانت الاول انت عارفين الحاجة غالية. الاسعار غالية كانت بخمسة سبعين بخمسة تمانين تلاتة مية وعشرة. ومية وعشرة مش غالية جدا بالنسبة لجلد الشوز والسيرفرات. آآ يعني صراحة انا مش آآ مش بدي الحاجة اكتر من حقها. لا انت اللي راح هناك عارف واللي واللي لسه ما راحشة هيروح ويشوف. آآ سوق اللي يعتبر يعني سوق جميل جدا بالاسعار المخفضة جدا. ان كل اي حد يشتريها ويشتري كمان الموديلات اللي هي جديدة. يعني اهم حاجة في الرويع ان هو بينزل الموديلات الجديدة اللي هي موجودة في المحلية. مش موديلات قديمة. في موديلات قديمة برضو. بس برضو مش قديمة او برضو. آآ بانتو عارفين طبعا المحلات اللي هي في الاماكن الغالية. فبتحب ان هي جدد يعني بسافة دايمة. فبتنزل الشغل في الرويعي. يعني وان شاء الله الفيديو يعجبكم والتشكيلة تعجبكم. واخليكم معايا في الفيديو هيجبكم جدا. كملوا الفيديو معايا يبانيات وما تنسناش باللايك الحلو من ايديكم. آآ عشان القناة تكبر واجب لكم آآ تشكيلات اكتر واكتر. وآآ ان شاء الله الفترة قادمة هيتصفوا فيديوهات آآ يعني هتعجبكم جدا. وان شاء الله نكون عنده حسن ظنكم. آآ انتو عارفين طبعا السيف بيحب آآ الالوانات الفتحة المترقعة. ففي كل حاجة هتلاقوها. يعني كل حاجة ترضي جميع الازواء موجودة في الرويع. بحب يعني اما جيب الحاجة. آآ مش ترضي زوق او اتنين. لأ. بحبها ان هي ترضي جميع الازواء بحيس ان اللي ينزل طبعا الازواء بتختلف. ان كل واحد يلاقي زوقه ولقي الحاجة اللي هو عاوزها لان زوق مش بسهل فالواحد بيتدايق. لما بينزل ما بلاقيش الحاجة اللي هو عاوزها. فبنحب ينرضي جميع الازواء ونكون عند حسن ظنكم. بس انا مش برغي جوة يعني برا المحتوى عشان ما تزهقوش. انا برغي معاكم يعني جوة المحتوى. على اساس ان احنا بقماشين آآ في الفيديو بنسرده. يعني خطوة خطوة بالسرد ان انت تبقوا عارفين آآ كل حاجة آآ انتوا عاوزينها ويعني اي حاجة عشان لما تنزلوا تكونوا عارفين يعني الخلفية كاملة عن اللي انتوا نازلين وكده. فبحب يعني اوضح في الفيديو كل شيء ملم بالموضوع بالموضوع الفيديو سواء في الرويع سواء في الوكالة. فموضوع السرد دوت بيهموا متابعين كتير ان هي الفيديو كون فيه سرد آآ ان هما بيبقوا عاوزين يعني ايه يعرفوا اول الفيديو من نصه من اخره. فان شاء الله الفترة قادمة هنسعد مع بعض الفيديوهات على اساس اللي انتوا تبقى عارفين كل حاجة بالفيديو. تشكيلة حلوة. آآ وبتلاقوا يعني ايه على حسب آآ اللي موجود ممكن تلاقي الموديل اللي منه منه الوان. وممكن قطعة واحدة عشان دي بواقي. يعني انتوا حظكم مسلا وموديل اللي عجبكم في ناس بقعز اللون تاني منه. فممكن تلاقي وممكن ما تلاقوش عشان ده بيبقى بواقي. فانا يعني حبيت اوضح لده النقطة دية ليكم. يعني حاجات يعني الكاميرا برضو ظلمها. آآ الحاجات جميلة جدا. يعني جميل جدا. عندهم. هنا في اول الرواية. وراء مول آآ سدنوي مول سدنوي لو انت عاوزة تيجي تيجي من بنزل مترو العتبة. بتمشي يعني الشارع قدام. آآ اول ما في الميدان العتبة هو الرواية عند قبة القبة اللي هي بتاعت مول سدنوي هو بقى الشارع اللي اللي في خلف مول سدنوي هو ده الرواية. وهنا التصوير ده كان في الاول في اول الشارع. يعني بعد دي كان بفرشة كده. هتلاقوا بقى الفروشات كتيرة. آآ قدامكم وكده. يعني احنا بنجيب لكم نبزة عن فرشة. بس الفرشة دي صراحة على طول بلاقيها كويسة. يعني ان شاء الله هجيب لكم معي رقم التليفون. بس هجيبه لكم تاني لما روح. واللي عاوز رقم التليفون يكتبلي في تعليق. وانا ان شاء الله هجيبه لكم. الفرشة دي بيبقى عليها حاجات جمدة. وان شاء الله هسور لكم برضو في الفرشة بيبقى عليها الشوزات اللي هي الطبية. اللي هي الجلد اللي هو انا ممكن تقول له بلنا انا ببالغ. يعني الجزم جيدة والشوزات التي نجيبها بما ببالغ جمدة جدا. هسول لكم اوقف فيديو للفرشة جيدة. لان في ناس اللي هي الشوزات المطفية. في ناس بتحبها. لان هي توقع مريحة. وغير كمان كده. بقى فيها مقاسات كبيرة. مقاسات خاصة. اكبر من واحد واربعين. فانا ان شاء الله لقيته منزل. هسور لكم الفيديو عنده. وانا حبيت بس اوليكم دوت عشان يعني عجبني. فقلت اصوره لكم. آآ لاجمل متابعين واحلى متابعين. آآ عشان احنا ما بنبخلش عليكم باي حاجة خالص بتلاقيها قدامنا. آآ بنحب نجيبها لكم. فما تنسناش باللايك الحلو اللي من ايديكم. آآ علشان القناة تكبر. باللايك الحلو والاشتراك الحلو برضو من ايديكم. علشان ان شاء الله القناة تكبر. واجب لكم المزيد والمزيد من الفيديوهات. ويا ريت ما تزهوش مننا. ودي سلفارات برضو. لون السيرفر برضو جميل جدا برضو. الدهب يا عفوا. اللون الجملي. كان العدد ده اللون الجملي. وفيش ازات اللي هي امي ديها الموف. زي ما انتم شايفين كده الالوان السيفر مترقعة. اشوفش في ده على الشموية. ممكن فينا استخدر المناسبة. دي ازواء.